منتفضون ومدنيون او متمترسون خلف التأجيج عراقيون يبحثون عن الاثبات وسط حراك النفي كل التعقيد يتواجد في الطبخة السياسية الا ان رجالها ممتنعون عن التقدم ولو بشق تمره هذا قول العراقي اليوم متفقون ام لا مترددون نحو التغيير المنشود لكن الفشل حليف الانطباع المأخوذ عما يجري تحت الضوء منشغلون بماذا وانصاف الاجابات في المرصاد حكومة الرئيس المكلف الجديد محمد توفيق علاوي تحاول تثبيت صفة الاستقلالية تحاول البحث عن اكتمال النصاب والنصاب الى اشعار اخر وبين بحث ومشاورات بين المتوقع عن ولادة تيار جامع ينقذ العراق من الهلاك الا ان النتائج لا تأتي بما تشتهيه سفينة الشعب الساعات التي تمر سنين ثقيلة على العراقيين وهم ينتظرون المزيد من الانجاز وولادة الحكومة المنتظرة فيما الحكومة تتصل الى عتبة البرلمان في موعد جلستها الاستثنائية ويكون التأجيل حليفها الحديث عن تقليص علاوي وزراء حكومته لستة عشر وزيرا والاسماء المتداولة هنا وهناك ترشح التفسيرات عن ان طهي التخريب امام ولادة الحكومة امر يعيق حركة السياسة وتقدمها في المقابل فان علاوي رجل المرحلة التي بنيت عليه الامال فيما يتعلق بعقد الجلسة ومنح ثقة الحكومة والبدء بمعرفة نتائج الوزراء الذي اختارهم الرئيس المكلف بعد جهد جهيد مخاض عصير منتظر لولادة الحكومة يتبدل بين ساعة واخرى وفي كل مرة تغيب الجلسة مجددا كل هذا لن يخدم العراق في تحقيق المؤمل من سير الاعمال ومع ذلك فان كل ساعة مر تزيد تراكم المهام ورفع صقف الشعارات الاحتجاجية وزيادة التوتر والاحتقان المشهد ينظر له المراقب الدولي انه الاكثر خطورة على مستقبل العراق صوت يريد المجتمع الدولي ان يسمعه الطيف السياسي في العراق وينجح في انقاذ ما تبقى من الامل اشتركوا في القناة